مجلس النواب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة إقرار مجلس النواب لبرنامج الحكومة مشيدا بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجيهات سموه الكريمة وجهوده البارزة في تحقيق هذا الإنجاز الوطني وأشهد معاليه بالتعاون البناء مع الفريق الحكومي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله والخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الذي أبدأ كل التجاوب والتنسيق والتفاهم المشترك مع مقترحات ومرئيات مجلس النواب مؤكدا أن إقرار برنامج الحكومة يحملنا مسؤوليات وطنية مشتركة ومواصلة علاقات التعاون البناء مع السلطة التنفيذية وأشار معاليه لأن هذا الإنجاز الوطني الذي تحقق حول برنامج الحكومة يعد تتويجا للتعديلات الدستورية التي جرت في 2012 والتي منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في مناقشة البرنامج وإقراره وعرب معاليه عن بالغ الشكر والتقدير لأصحاب السعادة رئيس وعضاء اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة والسادة النواب والأمانة العامة على ما قدموه من جهود وأعمال كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الرفيع مشيدا بدور الصحافة والإعلام الوطني وكافة الفعاليات الوطنية التي تقاسمنا العمل والتطلعات من أجل الوطن والمواطنين من جانبه رفع معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة إقرار مجلس النواب لبرنامج الحكومة كما نقل شكرا وتقدير صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب رئيسا وأعضاء بمناسبة إقرار برنامج الحكومة وأكد معاليه في كلمة ألقاها خلال الجلسة أن قرار مجلس النواب بإقرار ومباركة برنامج الحكومة يجسد ثقة مجلس النواب في برنامج الحكومة التي ستباشر كافة الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية فورا وضع جميع أولويات ومحاور وسياسات ومبادرات البرنامج موضع التنفيذ بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سعيا لتحقيق تنمية شاملة متعددة الأبعاد من خلال التعاون المعهود مع مجلس النواب الذي هو جزء لا يتجزأ وركن أصيل من فريق البحرين وأشهد معاليه بما حظيت به أعمال لجنة دراسة برنامج الحكومة من متابعة واهتمام مباشر وشخصي من معالي رئيس مجلس النواب وحرص على حضور الاجتماعات المشتركة مثنيا في الوقت نفسه على جهود سعادة السيد عبد النبي سلمان الناب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة وجبعي أعضاء اللجنة وما تميز به عملهم من كفاءة وحرفية وحرص على نقل ملاحظات جميع أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب إلى الفريق الحكومي الذي لم يأل جهدا في سبيل تزويد اللجنة بالمعلومات والرد على تساؤلاتها وتبادل الرأي ووجهات النظر حول التعديلات المقترحة ونوها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بما اتسمت به اجتماعات الفريق الحكومي مع مجلس النواب بشأن برنامج الحكومة من آلية أساسها ثقة المتبادلة المعززة بالنوايا الحسنة التي أظهرت حرصا مشتركا على المصلحة الوطنية العليا الجامعة مشيرا معالي لالتقاء السلطتين التنفيذية والتشريعية حول رغبة صادقة في مواصلة العمل والتطوير من أجل حاضر ومستقبل الوطن وتوجيه كافة الخطط والمشاريع والبرامج إلى المواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها الأساسية وذلك من خلال خلق المزيد من الفرص النوعية وترسيخ الأمن المجتمعي الداعم للتنمية والازدهار وتطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيهها لمستحقيها ودعم مساعي التنمية الشاملة ومواصلة تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الأداء وجودة واستدامة الخدمات وغيرها من الأهداف العامة السلام علي الرئيس أصحاب السعادة الأعضاء المحترمين يابة عن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أتقدم إليكم بخالص الشكر على القرار التاريخي في مسيرة العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في منظومة دولة المؤسسات والقانون والذي اتخذه مجلسكم الموقر قبل قليل بأن أقر برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026 كما يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أصحاب المعاني والسعادة الوزراء أن نعرب لمجلسكم أنبالق التقدير وعظيم الامتنان ليقرار برنامج الحكومة ومباركته بما يجسد الثقة في هذا البرنامج الذي ستباشر بموجبه كافة الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية على الفور وضع جميع أولويات ومحاورة وسياساته ومبادراته في موضع التنفيذ وذلك بما يحقق رؤى وتطلعات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ورعاه وتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمزيد من الإنجاز والتقدم والتطوير الذي يصب في صالح الوطن والمواطنين سعياً لتحقيق تنمية شاملة متعددة الأبعاد من خلال التعاون المعهود مع مجلسكم الذي هو جزء لا يتجزأ وركن أصيل من فريق البحرين إننا على يقين من أن المرحلة القادمة ستتطلب مزيداً من العمل الجاد المشترك الذي سيوصلنا بإذن الله نحو تحقيق الغاية الكبرى من هذا البرنامج خلال الفصل التشريعي الحالي والمتمثلة في الانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو المستدام والذي نأمل أن نوفق في الوصول إليها بالشراكة مع مجلسكم الموقر والتي سيلمس المواطن البحريني أثرها والذي نتفق جميعاً على هدف خدمته وتحقيق تطلعاته والسعي لتوفير احتياجاته الأساسية بما يوفر له الحق الكامل من الحياة الكريمة وبما يعزز مكتسباته ختاماً نسأل المولى العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لكل خير مؤكدين عزمنا الراسخ وموقفنا الثابت على المضي بسفينة الوطن قدماً وذلك بالتشاور الدائم مع السلطة التشريعية والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد مناقشات مستفيضة ومطولة وهادفة توافق أعضاء مجلس النواب مع الفريق الحكومي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026 في صيغته التوافقية حيث صوت السادة النواب بالإجماع على إقرار البرنامج بعد جهود بارزة لتحقيق التنسيق والتفاهم المشترك حول جميع مقترحات ومرئيات مجلس النواب أحب أشكر معالي الشيخ خالد بن عبدالله ومعالي الشيخ سلمان الخليفة وجميع الوزراء المرافقين ومرافق الحكومي وأخص بالشكر أخواني أصحاب السعادة النواب لأنهم فعلا وقفوا وقفة وحدة على موافقتهم بهذه النتيجة التي هي بالأجماع على برنامج الحكومة لأنهم فعلا يقدرون المسؤولية التي عليهم وإن شاء الله يكون هذا التوافق ما بين الحكومة والمجلس النواب برد خير لتحقيق جميع ما تكلمنا عنه في مصلحة الوطن والمواطنين أنا ألخص المناقشة هو التسابق على خدمة الوطن يعني كل ملاحظات التي أبدوها أصحاب السعادة النواب تصب في إطار توجيهات التي وجهنا فيها صاحب الجلال الملك المعظم وصاحب السمو الأمير ولي الأهد رئيس مجلس الوزراء والإجماع الوطني يعني قصة الحماس والتسابق على الأفكار والتسابق على الإضافات وتكملة ما يعتقد البعض بأنه ناقص إلى حيز الكمال حقيقة كان شيء يبعث على السرور ويقوي عزائمنا جميعا أن نشهد مرحلة من العمل المشترك تضافر الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة هذا الإنجاز الوطني لم يكن ليتحقق لولا التجسيد الفعلي لمبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي استند إلى خبرات طويلة متراكمة أفرزت توافقا كبيرا وتعاونا بناء أثنى عليه أعضاء مجلس النواب والفريق الحكومي أعتقد أننا استطعنا بفضل من الله أن نتوافق حول كل القضايا التي كانت معها الخلاف من البداية طبيعيا يكون هناك وجهة نظر عند الحكومة من البداية في المسودة الأصلية ومن ثم أجريت تعديلات كبيرة جدا من قبل اللجنة واستفدنا كثيرا من المريات التي قدمها جميع الأعضاء وأيضا من التجاوب المرونة التي أبدأتها الحكومة مع اللجنة نحن فخورين بوجود حكومة يرأسها سمو ولي العهد تعمل 24 ساعة هذا ما لمسنا في الثلاث تسابيع الماضية خلال مناقشتنا معهم لبرنامج عمل الحكومة برنامج عمل الحكومة نحن أدخلنا عليه العديد من التهديلات والعديد من التغييرات وتغيير حتى المحاور في أماكنها واستحداث محاور جديدة تم تغيير 185 آلية ومحور في هذا التقرير اللي التمسنا أن الحكومة كانت متجاوبة الحكومة كانت سريعة في الرد الحكومة كانت عندها تطلعات أنها فعلا يعني تتعاون بكل الطرق التي تقدر تتعاون فيها مصلحة المواطن البحريني وتحسين معيشته هي أكثر الأولويات التي ركز عليها فريق العمل النيابي ولا قد تجاوبا حكوميا كبيرا عكس حرص كافة الأطراف على جعل المواطن البحريني دائما محورا للتنمية والتقدم في مختلف المجالات بأجواء رحبة من الحوار والنقاشات المستفيدة أثمرت موافقة نيابية بالإجماع على برنامج الحكومة والذي جاء بعد ضمانات وتعاون حكومي بناء كان محل إشادة واسعة من قبل السادة أعضاء مجلس النواب خلال هذه الجلسة الاستثنائية الأولى للمجلس يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين